تتطلب هذه اللعبة تركيزي بالكامل لا يمكنني إبعاد عيني عنها حسناً بسرعة سأمسكه بفمي هيا ما هذه الفوضى؟ جيك استمع إلي أمي أنا في منتصف اللعبة وعلى وشك الفوز همخب هذا وهذا لقد نجحت أخذت بالجولة يا ويلي هذا سيء للغاية كم مرة يجب أن أطلب منك يبقى غرفتك نظيفة كلا لا أريد أن يحدث ذلك لي لا 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 ماذا سأفعل؟ لقد عادت إلى الكيس مهلا ألهمني هذا بفكرة إن طويت قاع الكيس هكذا ستصبح الرقائق في أعلى الكيس سأعود إلى اللعبة لكن يمكنني الآن الأكل واللعب في آن واحد أخ 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 المدرسة مرهقة للغاية قد استنفذت كل طاقتي سأعتمد على ساقي لدفعي وصلت إلى السرير كيف سأصعد عليه؟ سأرفع ساقا واحدة والآن سأتتحرج على السرير لقد فعلت ذلك لماذا لا تنخلع سترتي؟ يا جي كنت أبحث عنك هذه الغرفة فوضوية ماذا؟ هل أربي ولدنا عدم الفائدة؟ أعلق ملابسك بسرعة حاضر حسنا أنا جالس سأريها سأدخل العلاقة في سترتي سأخرج الآن ذراعي الأول ثم ذراع الثاني وبكل سهولة خلعت سترتي وعلقتها هذا جيد لما يكفي لي الرافية يا سترة الشرب الجوع أو ما هذا؟ يا كلا شكرا سأتحقق من الثلاجة هناك الكثير من المكونات لكن لا توجد وجبات خفيفة جاهزة يمكنني فعل شيء مع هذا البيض حسنا البيض جاهز سأحتاج هذه المقلة وسأكسر هذه البيضة لحظة فرق المقالي عذاب كم أكره وغسلها فويستغرق دارا كلا لا أريد فرق المقلات لاحقا هسي فيا بيضة ستعودين من حيث أتيتي أعزل جائعة ماذا؟ هذا ورق برشمان سأخذ ورقة منه وأضعها بعناية في المقلة يجب أن أتأكد من أنها مناسبة لها سأطلل حواف حان وقت البيضة الآن سأكسرها في المقلة ممتاز سأرمي القشرة وسأبدأ في طهي البيضة سأشغل الفرن وأشاهد بيضتي تستوي صبحت جاهزة ممتاز انظر إلى ذلك قد خرجت مع ملعقة بسهولة سيكون طعمها لذيذاً الآن سألتقط ورقة البرشمان وأرميه في القمامة بكل سهولة لنضطر لفرق المقلة حان وقت الاستمتاع بتناول طباقية ترتدي الملكات مجوهرات حمراء صحيح؟ كنت سأرتديه لو كنتم ملكة اتضح أن واقي الشمس يعمل بالفعل إن تذكرت وضعه التنفس مؤلم يبدو شكلك مريعاً يا إلهي إنه يلسع بشدة لانا النجدة يجب أن تبرد على نفسك أخبري أمي أني أحبها لا تقلق لكن ماذا عن قدميك؟ لقد أحضرت الشاطعة إلى المنزل سيتنثر الرمل في كل مكان سأحاول رسول لقدمي كلا لا أستطيع هذا الشيء حاد مهلاً هل يمكنني الاستفادة منها؟ هذا يحل لمشكلتك يبدو أن هذا الشبشوب على وشكي أن يصبح أداة فرق اقلب الفرشاة ثم ضع بعض الغراء الساخن على ظهرها ضع الغراء على كل الجوانب الأربعة ثم ألسقها بباطن الشبشوب ضع بضع قطرات من الغراء على الحافة وألسق جواهر بلاستيكية يفضل إضافة ألوان كثيرة كرر العملية على حافة الكاب وانتهيت فكرة عبقرية ضع فردات الشبشوب في حوض الاستحمام وادخل قدميك المغطايتين بالرمل سيذهب الرمل إلى البالوعة مباشرة يلها من حيلة فرق مثالية الرجل الكسول لا شيء يظاهر أقداماً نظيفاً والمنتعشاة نشعر جميعاً بالتعب بعد الحفلات ويبدو كيفين متعباً جداً يلا الهول أنظر لكل هذه الفوضى يبدو أنها كانت حفلة صاخبة بالكد أستطيع فتحي ماذا؟ لقد نمت كثيراً كيف سأنظف كل هذه الفوضى؟ حان وقت إخفاء بعض الأغراض هذا جيد لا يمكنني تضيع وقتياً معها سأضع المكنسة على أعلى سرعة ماذا؟ وخطبها أوه هيا أوه وجدتها سكنسها بالطريقة القديمة ماذا تلتصق هكذا؟ هذا سيء في علانة أشعر أني أزيب الطينة بل ابتعدي عني لقد تحول المكان إلى فوضى عارمة انظروا إلى هذا في الواقع قد يكون الحل هنا ألصق شريطاً لاصقاً مزواج الوجي على المكنسة أزل الغلاف وبدأ الكنز انظر كيف تلتصق الأوساخ في المكنسة تعمل كالسحر لن تشك أمي بأي شيء أوه يجب أن أعود إلى المنزل صوفيا أوه لقد نمت جيداً لهذا يبدو مظهري جيداً أحتاج غسول الفم بشدة هل يجب أن أحلق اليوم؟ لا أظن ذلك مرحباً سيكون اليوم يومك مرحباً دعيني أجرب حلة عليها سيعقم غسول الفم فرشاتك إن قعيها فيه لبعض الوقت؟ إن نظرت عن قرب سترين الأوساخ تتساقط حسناً أنت بأماني الآن هل أنت متأكد من أنها نظيفة؟ حسناً لا أرى أي شيء لا أرى أي وسخ عليها حسناً ما الذي تنتظرينه؟ بو ستيفن؟ حسناً من سأختار لحل المعادلة على السبورة؟ كيت تعالي إلى السبورة سأحلها بسهولة سأحمل الثلاثة للأسفل هنا ثم سأحرك الأربعة للأعلى وسأنهي المعادلة بسعة من تدى للأسفل صحيح عودي لمكانك مرغضي حدك؟ يا إلهي أنا جائعة سألجأ إلى كنزي السري ماذا؟ الغلاف فارغ أبدأني أكلتها ونسيت كلها أغنفة فارغة تباً ماذا سأفعل الآن؟ خزنة الحلويات؟ إنها الحل تضع المعلمة الحلويات المصابرة هنا قد أخذت العديد من حلوياتي لا إن تمكنت من فتح الخزنة سأستعيد كل حلوياتي حسناً حان وقت العمل سأفتح الخزنة الآن تباً لا أعرف رمز المرور تبدو العملية سهلة في الأفلام استحيل رمز المرور موجود هنا لكنها مسالة رياضية صعبة أف لماذا أنا ضعيفة في الرياضيات؟ لا أظن معدل أصابع سينفعني لحظة؟ بدي هاتفي باستثناء أني نسيت شحنة كيت ماذا تفعلين هناك؟ أوه ظننت أنك معلمة تعالي وساعديني أوه خزنة الحلويات هذا سهل راقبيني سأنسخ المعادلة أولا ثم سأرسم خطا هنا وأضع زائدا وأخذ هذه الخانة سأكرر الأمر على الجانب الآخر سأحل الجانب الأول الآن ستمائة وخمسين ثم الجانب الآخر سأحصل على مائتين واربعين جمع الأقام المقربة أسهل بكثير المجموعة ثمانمائة وتسعين سنعود للأعلى الآن ونجمع الستة والاثنين ثم نطرح الثمانية من ثمانمائة وتسعين سنحصل على ثمانمائة وتسعين المجموعة النهائية وانتهينا هذا رمز الخزنة واو أنت ماهرة في الرياضيات تعالي إلينا يا حلويات نجحنا إنا مليئة من الحلويات ما الذي يحدث هنا؟ يا ويلنا لقد عادت كنا جائعتين جدا حسنا سأريكم طريقة حلها هذا ممل فوق الوصف يجب أن أكتبها فقد تأتي في الاختبار هل أنتم معي؟ حسنا ننتقل إلى الخطوات التالية هذا كثير جدا لماذا تصعب حلها؟ حقا مستحيل كيت ما المضحك هنا؟ هناك الطريقة تناسل بكثير للحل اللوري سأريك الحيلة السهلة المطلوب 80% ليدا سأخذ الثمانية تسعين ليدا سأضربها بتسعة المجموعة 72 نفس الإجابة هل تمزحين معي؟ بهذه البساطة؟ ها وهذا أسهل بكثير سأشطب كل هذه الملاحظات وسأدوين الحل الذي كتبته كيت ها فشعر براحة كبيرة من هذا الشاب؟ يا ويلي لا يمكن أن يحدث هذا هذا مأزق كبير مرحبا أيها القد بماذا تفكرين؟ ما الذي يمكنني استخدامه الآن؟ لكن هذه المناشفة جميلة للغاية لا أصدق أني على وشك فعل ذلك كلا لا يطوعني قلبي وجدتها لدي الحل افعل من شفتا إلى شريحتين بهذا الشكل ضع الغراء الساخن على حافة الشريحة ثم عمل خطا آخر في المنتصف وآخر على الحافة المقابلة ضع شريحتين فوق بعض وحال ما يجف الغراء أدخل حبلا رفيعا بين شريحتين واربط عقدة على أحد الطرفين أعلق المنشفة الآن لن تنفدى مناديل الحمام بعد الآن يمكنك حتى تعليق لفة إضافية في الأعلى هذه أفكى فكرة الخطرة كي تضطر أحيانا لتلبية نداء الطبيعة في أسوأ الأوقات مثل عندما تحيل واجباتك المدرسية آه يمكنه الانتظار كلا لا يمكنه الانتظار كان ذلك وشيكا وانتهيت أحتاج إلى بعض مناديل الحمام لا تسحب قوة يا كافن ماذا؟ أين ذهب الحامل؟ كما أكره هذا الموقف؟ ماذا سأفعل الآن؟ مهلا هذا القلم على وشك إلقاذ يومي فاكر يا كافن شغل موقعك في الوقت الحالي سيعمل القلم كحامل للفة نعم مناسب تماما أترى؟ يلتف القلم مثل الحامل يقوم القلم بعمله حتى تتمكن من أنت تعرف ما أقصده آه أصبح فمي منتعشا ونظيفا يا سلام آه ويسترز لا لماذا تفعل هذا؟ كما لو أني أحتاج إلى فوضى أخرى لتنظيفها يا لك من قط المشاغب أصبحت هذه لفة عديمة الفائدة ما الذي يمكنني فعله؟ لكن ربما يوجد بصيص أمال وخطرت لي فكرة مثالية هذه المرة لفة أصبحت هذه المرة لوفر أبطت الشعر على المنديل لن يستطيع ويستحب المنديل الآن نعم هذه الحلة ناجحة يا لي من عبقرية لقد اشتريت سطرة جديدة للمقابلة لكن هذا القميص لا يناسبها وجدتها لا أرى ربطة عنق واحدة هنا آها هذه ربطة مثالية آه آه أردت ربطة واحدة فقط لكن بأس يجب أن أعلق هذه الأغراض يا لها من فوضى كبيرة هل ستكفي هذه العلاقة لها؟ الإجابة هي لا لا يهم يجب أن تذهب هذه الأغراض إلى مكان ما ادخلي هناك كذلك ما مشكلتك يا صاح؟ أوه ما كل هذا التعليف؟ لا يمكنك معاملة ملابسك بهذه الطريقة حسنا إلا ربي الأغراض علي لن يساعد أيضا لكن خطرت لي فكرة رائعة لهذه الحيلة ستحتاج إلى علاقة ملابس ولفة منادي لحمام أو منادي لورقية اقطع اللافتة إلى حلقات صغيرة بهذا الشكل امسك إحدى الحلقات وضع قطرة كبيرة من الغراء الساخن عليها ثم ألصقها بقاع العلاقة استمر في ذلك وستصنع هذا النمط في وقت قصير دعها تجف وانتهي ابتعدوا هناك علاقة جديدة قادمة إلى الخزانة وهي تحمل حمولة سقيلة آه الترتيب يمنحك شعورا جيدا وأصبح مظهر مناسبا للمقاملة رقائق البطاطس هذه لذيذة ماذا؟ هل نفدت؟ حسنا انتهى وقت تناول الوجبة الخفيفة أوه يجب بالتأكيد رمي هذه القمامة لقد طفحت أوه لماذا أنا من يرمي القمامة دائما في هذا المنزل؟ هناك قمامة في كل مكان يا إلهي من المؤكد أننا نأكل الكثير من رقائق البطاطس في هذا المنزل حسنا لم ينجح ذلك إن كنت سأرمي القمامة فهذا يعني أنه سيتوجب علي ارتداء سترة ضخمة وقبعة وقفازات نعم لا أريد أن أفعل ذلك لكن ربما يمكنني العصر على طريقة لتسهيل هذه المهمة المزعجة واتضح أن كل ما يتطلبه الأمر هو هذا الشيء اسحب الكيسة البلاستيكي فوق أرجل الطاولة المقلوبة بهذه الطريقة يمكنك تأجيل مهمة رمي القمامة لفترة أطول لا أصدق أن ثلاثة سنوات قد مرت على صداقتي مع كيت ذكر صداقة سنوية سعيدة يا كيت أوه شكرا للي حسنا تقديرا لصداقتنا لثلاث سنوات أحضرت لك هدية صغيرة يا إلهي هذا لطف منك قبل أن تفتحيها أحتاج للذهاب للحمام بسرعة أوه لا لقد نسيت تماما إحضار هدية لها أوه لن ينفع لكن هذا سينفع بالتأكيد كل ما احتاجه وربط شعر مططية وأنا جاهزة للبد إن كنت بحاجة إلى هدية في آخر لحظة فجرب هذه الحيلة أطوي المنشفة بمقدار السلثي للداخل هكذا ثم من الأسفل لف المنشفة بأحكام للأعلى توقف في المنتصف تقريبا افعل الشيء نفسه مع على المنشفة حتى تلتقي اللفتين ثم أطوي اللفتين في المنتصف أثناء لف أحد الطرفين للوسط مرة أخرى لفه فوق المنطقة المنتفخة يجب أن يبدو بهذا الشكل بعد أن تضع ربطة الشعر حول منتصف المنشفة ضع ربطتين أصغر في أعلى المنشفة الآن لف شريطة زينة حول ربطة الشعر الأولى هل بدأ شكله يبدو مألوفا لك؟ لقد حزرته إنه دب محشو جميل أليس ضريفا؟ لن تخمن أبدا أنه كان من شفة يد جيد لقد عدتي هل هذا لي؟ هذا لطف منك أحبه كثيرا تقريبا بقدر ما أحب صداقتي معك أم هل تحولت كايت إلى قرد؟ من يأكل كل هذا الموز في جلسة واحدة؟ ولا تزال مستمرة حسنا يا كايت لقد عدت مع الأغراض التي طلبتها أو لا للي على وشك الوقوع بسبب قشرة الموز يا إلهي يبدو أن ذلك سيكون مؤلما استعدي يا للي نعم ها هي تسقط على الأرض لا احمي الصبار سقط الصبار وسقطت الفتاة يا إلهي كانت سقطة مريعة يا فتاة هل أنت بخير يا للي؟ بدت السقطة سيئة آه يبدو الصبار شائكا بكل تأكيد خذي قشرة الموز هذه ستساعدك ما الذي يجب علي فعله بها؟ آه لقد فهمت قصدك يمكن للتقاط الصبار بقفازات موزية إن اضطررت لوضع صبار في أصيص فاستخدام قشرة موز سيحمي أصابعك لقد تغلبت على أشواك الصبار أترى؟ تبدو النبتة جيدة جميلة كنت سأعانقك لو استطعت أيها الصبار صغير أنا أنفذ الغبار وأنظف المكان آه كم أحب البيت النظيف أوه يجب أن أطفي هذه البطانية أوف طيها صعب بمفردي ربما إن جربت هذه الطريقة حسنا سأنجح هذه المرة أوف ما كنت هذه الصعوبة طفح الكيلة سأخذ استراحة أوه فهمت الآن أوه هناك وحش هذه أنا كنت أختبئ من البطانية الغبية التي لا أستطيع طيها حقا يمكنني مساعدتك ابدأي بفردها على الأرض هكذا اصنعي طيطين على هذا الطرف ومن ثم على هذا الجانب انتقلي إلى الطرف المقابل لطيي أيضا اطوي البطانية من المنتصف وأوشكتي على الانتهاء يمكنك دس هذا الطرف هنا يا للروعة بطانية مطوية بشكل مثالي واو شكرا على تعليمي هذه الطريقة كل شيء نظيف الآن يا سلام هاو هذه اللعبة صعبة لكني ممتازة فيها أحتاج إلى شراب أين عصيري؟ هاو ذلك الشرير يا الحقبي هاو لا سكبت الكولا على نفسي خذي مصاصة الشرب لتسهيل الأمر على نفسك هاو فكرة ذكية يمكنني اللعب والشرب في آن واحد أحتاج إلى وضعها في فمي ما الذي يحدث الآن؟ تعالي هنا 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 لا أصدق أنها تحتاج المزيد من مساعدتي اسمعي أزيلي مصاصة الشرب أديري هذه القطعة إلى الفتحة وستتسع لها بشكل مثالي تفضلي لن تتحرك من مكانها الآن كيف خطرت لك هذه الفكرة العبقرية؟ إنها محقا هذه الطريقة نازحة حسناً حان دور البالونات الآن ستكون هذه الحفلة الصاخبة يحب الجميع البالونات هكذا الكمية المثالية من الهواء أحتاج إلى ربط غف لماذا هذا صعب؟ مهلاً تعال توقف عن الطيران أحتاجك للحفلة مرحباً كيف تجري الاستعداد؟ أوه آسفة كنت أحاول نفخ هذه البالونات حقاً يمكنني مساعدتك في ذلك هناك سلاح سري في خزانة ملابسك علاقة الملابس أعطيني البالون وسأريك الطريقة لفّي الطرف حول أسلاك العلاقة ثم مرريه بهذا الشكل وانزعيه من العلاقة يمكنك إحكام ربطة الآن تفضلي ووهو حيلة بسيطة ودكية ستساهل مهمة نفخ بالونات كثيراً لنبدأ هذه الحفلة مرحباً حان وقت الاحتفال لنرقص قطعتان من كيك التوت لكم بالعافية لم يسبق لي تدوقها يا أنيسا هل أحضرت المشروب من فضلك؟ طبعاً كما قلت بالعافية كنت أشدهي هذه الكعكة الطوال اليوم لكن لا يمكنني فتح الكولا هل يمكننا الحصول على فتاحة علابة؟ يا أنيسا لو سمحت يدي تقلمني أوف لدي الحل رأيت هذه الحيلة على الإنترنت لا يمكنني فتحها أحتاج شيئاً أقوى هل أنت متأكد من ذلك؟ هل تعرف ما تفعله؟ سأستخدم هذا السيف الخارق على رسلك هذا يكفي لقد انتهى وقت اللعب هنا هذا الألمونيوم قوي جداً هل انتهيت؟ أوه 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 يمكنك استخدام خاتم بسيط دعني أريك الطريقة راقبني جيداً ضع يدك على الغطاء واسحبه واو حان دور قرورتك أظن أن السلاح كان خياراً مجنونان هل تحتاجان فتحة علاب؟ حسناً لا حاجة لها في صحتنا كانت شكرة ذكية واو ستيفن في غاية التركيز لن تعترب هذه الدنون طريقية للفاوز أحتاج إلى الكافيين سأنتقن منك أيها الزومبي سعود بعد بضع ساعات منذ متى أنت تلعب؟ أنا أتحدث إليك يا ستيفن يا متى غسلت ملابسك أخير مرة؟ هذا المكان مثير للإشمئزاز كنت مشغولاً باللعبة يجب أن تنظف المكان تحب تحكير مزاجي خذ هذه الضربة إنها السابعة تقريباً ستعود لنا للمنزل في أي لحظة أيضاً ستتسع الخزانة لكل هذه الأمراض صحيح؟ تدويم الملابس في الخزانة أسهل من التنظيف أو يجب أن أنظف الطاولة لا أريد أن أكشف نفسي أوه مرحباً يا لانا يبدو أنه نظف المكان المكان حار هنا سأخلع سترتي هل توجد الجثة هنا؟ أوه يجب أن أخرج هذه الملابس يمكنني التنفس من فمي صحيح؟ أوه هذه الرائحة قاتلة ماذا لا يغسل ملابسه؟ لحظة؟ لدي طريقة لتخلص من هذه الرائحة أولاً نفتح فوطة صحية نتأكد من فتح الأجنحة ثم نسكب قدر غطاء كاملاً من مناعم الأقمشة عليها وأصبحت الفوطة المعطرة جاهزة رائحتها عطرة سلطقها على الخزانة مباشرة حتى تنتشر رائحتها الزكية لكن ستيفن لن يفلت من العقوبة يا ستيفن يا كيت جارك الحلوة يا كيت أحتاج إلى حلوة في فمي يا لك من كسول يجيك أهلاً لدي فكرة رائعة افتح فاماك أيها الطائر الصغير تعمل هذه الحيلة أثناء أخذ قيلولة على الأريكة وفي أسفل البرج أثناء أخذ غفوة في السنمة أكثر من حبة هنا فلتعمل أيضاً أثناء أخذ قيلولة سرية في الحمام أوه يا تيدي تومبكنز هذا الفيلم خيف يا إلهي لستم متأكدة من أن هذا الفيلم مناسب لك يا تيد ويرد أوه أشعر بالجوع في الوقت الخطأ سيسد زبادي جوعي حصلت علي تنحى زانباً يا تيد ويرد يا إنها لكتي المفضلة لحظة لقد تركت الملعقة في المطبخ هل يمكنني استخدام إصبعي؟ كلا هذا مقزز مضطرة عني إحضاري الملعقة مرحباً إنه وحش أنقذني يا تيد ويرد إنه نعم سأخذه ضعت إد ويرد وليس لدي ملعقة شعر بالجوع الشديد لا يكفي لعق الغطاء خطرت لي فكرة ذكية سأطوي الغطاء إلى نصفين ثم سأفتحه وأخذ أحد النصفين وأطويه إلى ثانية في المنتصف ونكرر الشيء نفسه مع الجانب الآخر وسأطوي الطرف يجب أن أتأكد من أنه محكمة ويال الروعة تحول إلى ملعقة ستعمل مثل الملعقة العادية مرحة طعم لذيذ لقمة ولقمة أخرى حسناً هل لا يزال الوحش موجود أنا؟ نعم أوه زبادي تفضلي تيد ويرد لقد اشتقت إليك المعبرة عاشق السنمة أنت احترسي آسفة صاده الأكلة في مكان ما أوف أحمل أشياء كثيرة بين يديه حسناً ماذا لو جربت هذه الطريقة؟ شش كما أنت مزعجة حسناً لقد فتحت كيت هذا السخيف أعطني إياه مرر الكارتون فوق ناصة الشرب هكذا ومسكو بالبطاطسة المقلية على الجانب الآخر هذه فكرة عقرية نعم أعلم ذلك الأمر ليس صعباً سأتناول حبة بطاطس ثم أشرب الكولا شكراً يا جيك لو صدقوا أن هذا حدث للتو لهم مقرف هذا رائع تعالي آياتها الرقائق إلى الجيك جيك توقف أخرج يدك من العلبة أوف انظر ماذا فعلت بيدك العملاقة لقد اكتفيت من ذلك حسناً لا يهم أحتاج إلى طريقة حتى لا يفسد جيك رقائق البطاطس سأحضر علبة فارغة وأقص فتحة صغيرة في جانبها سأحتاج الآن إلى غطاء ومسدس غراء سنع الغطاء بالغراء الساخن بعد أن أنتهي من وضع الغراء سأحتاج إلى عصا سأثقها في المنتصق وأتركها حتى تجف والآن سأحتاج إلى غطاء العلبة البلاستيكية سأضيف بعض الغراء الساخن سأضع الآن العصا على شريط الغراء الساخن ممتاز الخطوة التالية سأدخل الغطاء في فرحة العلبة سأقلب ثم أحركه إلى قاع العلبة والآن سأضيف رقائق البطاطس وانتهيت ممم حتى الفتافيت لذيذة أحضرت المزيد من رقائق البطاطس انتظر لا تضع يديك في العلبة لقد أجريت بعض التعديلات ارفعها للأعلى هكذا واو يا كيت أنت ساحرة بارعة أعلم ذلك تناول بعض الرقائق سأتناولها بسرور هل تريدين حبة يا كيت؟ نعم نعود الآن إلى الفيلم حسنا ستتسابقان على حل هذه المعادلة سأفوز بكل تأكيد سنرى ثلاثة انطلاق المسكينة إنها ترهق نفسها في الحل لحظة هل تحل المعادلة؟ لا يهم يبدو أني سأفوز في هذا السباق ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أضافرها؟ يا لهم سخيفة هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولوح شوكولاتة؟ يا لهم غريبة سأواصل الحل انتهيت ماذا؟ مستحيل كيف يؤقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد لا داعي لكل هذا التعب هناك طريقة سهلة وذكية سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب حسناً ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية التالي سبعة ضرب واحد هذا سهل سبعة سأضع هذا الرقم في المنتصف أخيراً أربعة ضرب سبعة الإجابة ثمانية وعشرون سأكتبها في الخانة الأخيرة الرقم الأول هو اثنان ثم سأجمع الرقمين التاليين المجموع هو واحد ثم الرقمين التاليين سبعة زائد اثنان يساوي تسعة سأكتب التسعة هنا سأكتب آخر رقم ثمانية هنا هذه هي الإجابة الفان ومئة وثمانية وتسعون سأكتب بقلم تبورة هذا سابدوا الكتابة الآن أوه ما أجمل شعر كيبين ما أروع حركاته كم هو سيم أوه لا يمكنني التحديق به طوال اليوم أوه يبدو أنني سرحت يا ويلي لا 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 كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله ها هي المساحة إنه لا يزول يا للمصيبة يبدو أنني استخدمت قلم خطات دائم أوه سيساعدني كوب الماء سأخذ رشفة كبيرة أنا مستعدة الآن حان وقت الفرق هيا 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 لماذا لا يزول لا فائدة لن يزول أبدا ماذا سأفعل الآن سأشعر بالحرج للأبدا عندما يراه بقية طلاب ماذا يحدث هنا أجل أنا آسفة لا يمكنني مسحة لا تقلقي لدي حيلة لحل هذه المشكلة لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح يجب تغطية كل خط تماما قد انتهي حان وقت المساحة الآن هترين تزيل المساحة الحبر الدائم الآن لا حاجة للفرق انتهيت اختفى اسم كيفن من السبورة يمكنني تنفس الصعباء الآن يا إلهي جاء كيفن نفت بجلدي في آخر لحظة لا تقلقي سرك معي أريده أن يكون حادا للغاية ولا هناك عطسة قادمة هل يمكنني هاتشو أنا آسفة أنا مغطاة بنشارة أقلامي رصاص أشعر بالذنب أو مهلنة خطرت لي فكرة أجل ستنجح بالتأكيد لن يتكرر هذا الحادث سأحتاج علبة التاك سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء هذا المكان مثالي للمبراة سأعيد الغطاء إلى العلبة يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى هل يمكنني سؤالك الآن دون تعرض للهجوم؟ أجل توصلت إلى حل أتراين واو هذه الفكرة ذكية مرحبا أمي أهلا عزيزتي ما المستنقع الذي مشيت عليه للوصول إلى هنا لقد انتهيت للتأويل من تنظيف الأرضية هناك طريقة واحدة فقط لتنظيف هذه الفوضى لو كان بوسع أمي تعل ذلك لما ترددت يا إلهي سيكون ذلك مرعبا آه كيف أتصرف سيفي هذا بالغرض أحذر بالونا منفوخا وضع حذائك المتسخة فوقه أثناء تفريغي من الهواء حالما يخرج كل الهواء منه سيصبح لديك واقع أحذية جديد لأنه يجب علينا عدم توسيخ الأرضية بالوحل أليس كذلك يا أمي؟ أوه أكد أبكي من الفرحة سأتمكن أخيرا من تجربة لعبة الفيديو الجديدة هل هناك فرصة بأنه ليس متجمدة في الفريزر؟ يا ويلي يجب أن أسرع هذه العملية هيا هيا يجب أن تلذوب هل بدأ يذوب؟ أوه إنه ذلق جدا سأستخدم حرارة جسمي الطبيعية آه إنهم إسلق قطعة جليل هذا المجفف ينفخ هواء ساخنا أليس كذلك؟ يا إلهي هذا لا يعمل على الإطلاق ربما يوجد الحل أمام عينيك أخضر قدرا مقلوبا وضع اللحمة المجمدة فوقه ثم ضع قدرا ثانيا فوق اللحمة ثم املاه بماء الحار بعد مرور بضع دقائق ستلاحظ أن اللحم بدأ يذوب أترى؟ ولن يحدث فوضى لأنه مغلف بكيس أبعد القدرة بعد مرور بضع دقائق وسيكون اللحم جاهزا للطبخ يا للراوحة أوه مرحبا أمي نعم لقد تذكرت اللحم أنقصت نفسي منها أوه أوه ما الأمر؟ حفلة؟ أريد أن أذهب لكن علي أن أغير ملابسي هل توجد ملابس مناسبة للحفلة؟ مختبئة هنا؟ ماذا عن هذا؟ من المؤكد أنك تصنعينك كومة كبيرة هناك يا كايت عصرت على لبس أخيرا سأبدو جميلة جدا في الحفلة أجل من المؤكد أن هذا الزي هو الاختيار صحيح توقفي هل لديك أي خطط لتنظيف تلك الفوضى؟ ألا يمكنني فعل ذلك عندما أعود إلى المنزل؟ يا إلهي سأتأخر عن الحفلة سيستغرق تنظيف كل هذه الفوضى وقتا طويلا ماذا؟ لدي فكرة علم الضغط أوسادة على ظهر الكرسي واسحبه للأسفل هكذا حالما يصبح ثابدا في مكانه ضع ملابسك بداخله وبعد دقيقة ستصبح الفوضى من الماضي في الوقت المناسب لتراه أمي من يدري؟ قد تعيرك حتى مجوهراتها الأنيقة الترتيب يؤتي بثماره شكرا وداعا أمي هل يوجد أي شيء في العالم أفضل من ملعقة مليئة بنوتالا؟ يا إلهي طعمها لذيذ لقد شبعت وإلى المغسلة تذهبين أوه لا توجد أم تحب غسل صحون أطفالها فونتس أقوم بغسلها لاحقا مهلا هذه ليست صحوني لماذا ألقيت كل هذه الأطباق علي؟ ظلم لحظة؟ ربما توجد طريقة لتسهيل فرق الصحون لهذه الحيلة اقطع الجزء الخاشن من الإسفنجة وقص إلى قطع بهذه الطريقة يجب أن يصبح لديك في نهاية خمس قطع مع قفاز مططي ومسدس الصمغ الساخن ارسم خطوطا من الصمغ على كل إصبع وراحة اليد أنسق قطعة الإسفنج الصفراء على راحة اليد في القفاز والقطع الخاشنة على كل إصبع والآن لم تعد المغسلة المليئة بالأطباق مخيفة أبدا بفضل يديك الإسفنجيتين القويتين ستوفر هذه الحيلة الصغيرة وقتا هائلا في فرق الصحون أترى؟ وستصبح بطل تنظيف في عيني لا شيء يضاهي تنظيف جيدا أكثر أن يكون المنزل مغبرا نظافة المنزل تعني صفاءتين آها أخيرا عزرت عليها أوبس ماذا لك؟ مرحبا يا أمي هل يمكنك أن تقرأي لي قصة؟ أنا آسفة يا عزيزي أنا مشغولة الآن أوه لكنني أحب هذا الكتاب حقا انظروا إلى هذا إنه فوضوي جدا أمي ماما أمي انظري إلى ما لدي على أمك تنظيف يا بابد لكن ذلك ممل لطالما كنت مسلية هل تنظيف مسلا عليك تجربته ستلمع الأرض قريبا سأسلي نفسي بنفسي فحاسب بهذه سيارة الموديشة لا تعلم أمي مطلقا ما سيحدث ما هذه الضجة؟ كل شيء جاهز ها أنا دا هذا غريب جدا ستكتشفين بعد قليل انطالقي 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 يلا الهاول ممسحتي الجميلة لقد كسرت أوه أوه تعال إلى هنا حالا هل علي ذلك؟ حسنا أنا آسف يا أمي كيف يفترض بيتنظيف الآن؟ مهلا رودتني فكرة دعني أرى تلك ستستعيدها لاحقا أعتقد أنني أعرف كيف سأنظف الأرضية لقد ثبت رأس الممسحة في السيارة دعنا نجربها ستحتاج إلى هذا واو حقا مهدهش هكذا لا تفوت أي بقعة نظفناك يا داويد كنت محقة التنظيف ممتع هذا هو فتايا الصالح هل يمكنني فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد أنت موهوم للفترة شكرا لك يا أمي لقد وصلنا أخيرا إلى بيتنا الجديد أوه هناك شباك عناكب كثيرة آمل أن لا تكون هناك عناكب لنبدأ بترتيب هذا المكان فكرة جيدة أوه هذا مقذز مجوه أوه كان ذلك صعبا لكن المكان بدأ يبدو جيدا هنا نظيف الغرفة الأخرى تبدو كخطة جيدة بالنسبة لي أوه كان بإمكاني ندفق ماء مرحاض هذا مقذز من الذي كان يعيش هنا؟ لا تقترط لي ذلك من الذي سينظف المرحاض؟ كلا مستحيل خدها يا دافد حسنا إن كنت مسرطا على هذا راكي لاحقان هذا غير عادل حان الوقت لإواجه مخاوثي يمكنني فعل ذلك إنه مجرد بول أولا علي تغطية نفسي جيدا فلا أود أن ينتناثر علي أي رداد لا نرحمك أوه رأيحة سيئة جدا مهلا قليلا لدي فكرة أفضل سأضع ورق المرحاض في أنحاء قاعدة المرحاض من الداخل هكذا تماما والآن أحتاج إلى الخل وهذه الزجاجة سأصب الخل في الزجاجة ثم أثبت الغطاء سأرش الخل على ورق المرحاض علي تبليل ورق المرحاض بأكمله ما يمكنني دفع هائي المرحاض انظروا إلى ذلك لا أثر لبقع الباول كنت أعلم أن بإمكانك فعلها يمكنك أخذ هذا فتحتاج إليها لتنظيف الحوض لكن لكن هل يمكننا التحدث عن هذا؟ الحياة مليئة بالمهام الغسيثة مثل وضع الأكياس المزعجة داخل صندوق القمامة سأريك طريقة أسهل القيام بذلك يا كيت رغم أنها قد لا تكون الفكرة الأكثر أماناً إلا أنه يمكنك منع الكيس من الامتلاء بالهواء بوضعه على رأسك أولاً أترى مجرد حيلة حياتية أخرى رائعة لمساعدتك على القيام بالأمور بسهولة مبهرة للغاية صحيح؟ أفضل طريقة للتهرب من التنظيف هي الانتظار حتى تغادر أمك المنزل نيتفليكس ها أنا قادمة لكن قد لا يكون وعاء الفشار هو الخيار الأفضل لمشاهدة أفلام الرعاق يا إلهي سيتناثر الفشار على كل الأرضية يبدو أن ليلي ستضطر لتنظيفي شاءت أم أبت أين ريموت؟ سأوقف هؤلاء الزومبي أوف كان ذلك وشيكاً أو لا ستعود أمي إلى المنزل قريباً ولم أنظف أي شيء مهلاً أعتقد أن ريموت لعبتي قد يساعدني السيارة اللعبة قادمة للمساعدة أوه نعم يمكنني بالتأكيد الاستفادة منها خاصة إن كان ذلك يعني عملاً أقل لي لحيلة تنظيف سهلة جرب ربط شعيرات المكنسته بسيارة مع ريموت كهذه اربط ربطة بلاستيكية كهذه في مقدمة السيارة تأكد من ربطها بأحكام وتأكد من وضع ربطة أخرى على الجانب الآخر قد تكون العملية صعبة قليلاً لكن سقبنا تستحق نتيجة كل العناء وانتهيت لا تنسى قصة أي قطعة زائدة من الربطات واو هذا ما أسمي التنظيف في عام 2020 يا عالم لنشغل هذا الشيء مع هذا الاختراع يمكنك كنس الفوضى في وقت قصير مقارنة بالمكنست العادية نعم عمل جيد تبدو نظيفة لي كل ما عليك فعله الآن هو تفريغ القمامة في سنة المهملات واو ولا أسهل من ذلك شكراً لإنقاذ اليوم يا لعبتي قضاء اليوم المريح قد يأخذ منعطفاً حاداً بعد مواجهة مغسلة مليئة بالصحون يا إلهي كان يجب علي غسلها في الليلة الماضية حسناً لا وقت أفضل من الحاضر أليس كذلك؟ يا إلهي غسل الصحون مضيعة للوقت لكن حالما تبدأ المهمة تصبح الصحون في المغسلة أقل فأقل إنه الطبق الأخير سيداتي ساداتي أوف كان ذلك مرحقاً لكن أعتقد أني جائعة مهلاً ما الذي أفعله؟ لقد انتهت لتوي من ضيف كل هذه الصحون لا أريد أن أوسخ طبقاً آخر إن كنت بحاجة لاستخدام صحنة لكن لا ترغب في توسيخ واحد فإن هذه الحيلة ستصبح حيلتك المفضلة قبل استخدام صحنك غطيه بغلاف بلاستيكي ثم اسك بالطعام الذي تريد أكله فوقه مباشرة أوه هذه المكارونة تبدو لذيذة تناول طعامك دون أن يتسخ صحنك بأي بقعة وعندما تنتهي ما عليك سوى رمي الغلافي وانتهيت كان ذلك أسهل بكثير من غسل الصحن أليس كذلك؟ حسناً أيها الصحن يمكنك العودة من حيث قدمت حسناً يبدو أني مستعدة للخروج ارتديت قبعتي وأنا مستعدة للخروج لكن كيف يفترض بي الخروج من هنا؟ ومكنسة كيت الغبية في طريقي أوه كنت أعرف أن ذلك سيحدث كيت في المرة القادمة التي تقومين فيها بالكنس ربما يجدر بك استخدام هذا الحبي ها؟ ماذا أفعل به؟ فاكري في الطريقة التي تعمل بها حقيبة الظهر حقيبة الظهر؟ حقيبة الظهر؟ هل لدي وقت لشرب القهوة؟ سأحضر أي شيء على السريع هل لدي أي أكواب هنا؟ حقاً؟ لكني أحتاج إلى كافين حالاً هذا سيء حسناً يجب أن أتناول هذه القهوة بطريقة ما يا للهول؟ لقد حانت اللحظة يا أحتاج إلى شيء حلو يقال إن ملعقة من السكر تجعل طعم الدواء مستساغاً يجب أن أشطف ذلك يمكنني شعب القليل من الماء الدافئ وبهذه الطريقة يا أصدقاء يصنع شخص الكسل قهوة ثلاثة عند مساعدة مسلسل من الطبيعي أن لا تنتبهان الوقت ولصحني البطاطا حسناً أظن أن اكتفيت من المقرمشات لقد عادت لنا من البقالة كافين لقد عدت هذا جيد بلن هذا يعني المزيد من البطاطا لكني لا أريد النهوض من الأريقة إذا؟ سأرسل أفضل جلودي لكن من الأفضل أن أرسلها مع رسالة ممتاز سأعيد ملء مغزون من البطاطا في لمح البصر وسأرسل لها الوعاء أيضاً أي؟ ما هذا؟ تبدو كملاحظة حقاً يا كافين؟ يا لك من كسول هل تريد المزيد من رقائق البطاطا يا كافين؟ تفضل لانا قدمك حسناً أيتها الشاحنة انطلقي كانت رحلة سهلة وصلت البطاطا هذا حلم كل شخص كسول لست مضطراً لترك الأريقة أبداً ماذا أحتاج أيضاً؟ لا أستطيع ذهب في نزهة بدون ماء صحيح؟ متالي أحتاج إلى سكين هل سيؤدي هذا الغرض؟ يحتوي على شفر لذا نعم موجود يبدو أني مستعدة تماماً ستكون نزهة ممتعة سأحكم إغلاق الحقيبة الأعشاب الخضراء والسماء الزرقاء هان قادمة يجب أن أرتدي أحذية طويلة لهذه الرحلة فأنا لا أريد أن تتسخ أحذية البيضاء هكذا وسأغادر المنزل في الوقت المناسب هل هذا هاتفي؟ لا بد أني نسيت أحضارها يا للإزعاج مهلاً هذه الأحذية قذرة ستتسبب في التساخ أرضية المنزل وسيقتلني كافل هل هذا وحل؟ اذهبين للعيش في العراء إن كنت تريدين العيش مثل الحيوانات لا أستطيع المجازفة لكن لا أريد خلع حذائي مهلاً ماذا عن هذه الأكياس البلاستيكية؟ يمكنني استخدامها لحذائي لماذا تضطر لخلع حذائك؟ عندما يكون بإمكانك رسداء كيس اربط الكيس بإحكام ولن تتسخ الأرضية من حذائك ألست عقرية؟ مرحباً يا آدم عندما تكون في منتصف اللعبة لا تبادعينيك عن الشاشة ولو لسانية سأربح هذه الجولة لماذا أشعر بالعطش اليوم؟ هيا لا تنفدي مني الآن أنا أعطاء حسناً سأذهب لإحضار المزيد يجب أن يصنعوا علبة كولة أكبر حسناً أوه مرحباً أيتها الكولة الحلوة لن أنفد من الكولة الآن مهلاً لا سقطت علبة يا عالم وثقتكها من وراءها أنا بخير على ما أعتقد أوه ماذا يفعل هذا هنا؟ مهلاً خطرت لي فكرة رائعة أحضر سبع علب من مشروبك الغازي المفضل واجمعها معنا ثم باستخدام الشريط اللاصق اربطها سوية بهذا الشكل افتحها الآن واحدة تلو الأخرى ثم ضع مصصات الشرب وأخيراً اجمع المصصات معاً بشريط المطاطي ثم أشرب الكولة واو فكرة خطيرة صحيح؟ حسناً المشروبات جاهزة وعدوا إلى اللعبة هكذا يشرب الوحوش حسناً لا يمكن فهم الأستاذ كلارك معنا حاضر اختباراً نعم لقد فهمت لأني مستعد تماماً يا كايت انظوري ماذا أحضرت يا إلهي يلهم من فكرة عبقرية يزجيك أجل العندسة اللغة الإنجليزية لدي كل شيء هذا السبب ترتدي هذا المعطف السخيف؟ يا ويلي سأصادر هذه القبعة والمعطف لا مستقبلية لك هديمية لا أصدق أنك ضمنت أن هذه الحيلة ستعمل جيك يا جيك لا تقلق سأساعدك في أزمتك من حسن حظي أن لدي هذا الحداء الرائع سأخرج البطانة أحتاج لانا إلى قلم يمكنني كتابة أي شيء أحتاجه عليها فهي تتسع لمعادلة طويلة حتى ما الحاجة للدراسة عندما يكون لديك حداء وقلم؟ ابقي في مكانك أيها المعادلات سأحتاجك عما قريب لن يتمكن أي واحد من كشفي لا تقلق يجيك فلدي حدائي المضمون ماذا تعطيني حدائك القذر؟ لن يساعدني هذا الحداء على النجاح في اختبار الهندسة لا أقصد الحداء بل ما بداخله هذه المعادلات الرائعة الممسوحة ما لم؟ ممسوحة؟ ما الذي حدث لمعادلاتي؟ لقد زال كل الحبر كل معادلتي أصبحت في أخمص قدمي ومستقبلي لأكاديمي أيضاً توقفي عن الكلام وبدأي في حل اختبارك لقد ضيعت كل وقت يتمين في كتابة هذه المعادلات كنت أعلم أن الوصول إلى الصفي مبكراً قرار صعب لا أحد هنا لذا حان وقت بدء العمل لقد جهزت ورقة الغش الصغيرة سأنسخ الإجابات من هاتفية لا أستطيع حتى كتابتها بشكل صحيح وهي أمام عينيه لا بس فهذا هو الغرض من المحايات لا أتمزقت ورقة الغش سمنا لو كانت هناك طريقة للفقها مهلاً هناك طريقة أيها الشريط اللاصف هل يوجد شيئاً لا يمكنك فعله؟ أهلاً خطرت لي فكرة ذكية أولاً سأحتاج إلى شريحة ورق بنفس عرض الشريط حان الآن وقت كتابة الملاحظات لماذا الرياضيات صعبة جداً؟ سأستخدم الآن شريط اللاصق مزدوج الوجه أحتاج إلى شريط طويل لكن يجب أن أحرص على عدم تنزيقه من الموزة سأضع الآن شرائح الورق بدقة على الشريط ممتاز كل ما تبقى الآن لف الورقة الملسقة بعناية في الموزة لقد أصبحت جاهزة لا يمكن أن يرها أي أحد عزيزي يا موزع شريط اللاصق ستساعدني في الحصول على امتياز شاهد كل هذه المعادلات الجميلة واو كيت لقد وصلت إلى الصف مبكراً انظر إلى ما أنجست كل الإجابات الجاهزة بصراحة هدتك شيئاً رأيته منك حسناً حاناً وقت رسوبك في اختبار رياضيات آخر حسناً يا شريط اللاصق لا تخذني الآن أنا متحمسة حقاً لهذا الاختبار ها هو اختبارك يا كيت شكراً أستاذ كلارتمان حسناً لأبدأ العمل حاناً وقت استخدام شريطي الصغير في المكان الصحيح مرحباً يا إجابة السؤال الأول السؤالان الثاني والثالث أيضاً بقي سؤال واحد فقط لننتقل للرقم أربعة هل أنا؟ ما مشكلة السؤال الرابع؟ لا بأس ابحثي في الشريط اللاصق هل الإجابة هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ لابد أنها في مكان ما هنا كيت تبنينا مثل أمونيا أحسنت يا كيت غادري الصفة الآن حاضر يا لهم الموقف سخيف هل تكوين الملابس؟ هل يمكنك كي يقميس هذا؟ إنه مجعد بشكل سيء لا يا لسوء حظي يا لانا أرجوك وأتوسل إليك لا حسناً سأرتديه هم جعد إذن لا يعني لا يا كافن عد إلى الخزانة هل هذا القميص نظيف؟ الإجابة هي لا يبدو مثل القميص الذي أرتديه لا يبدو أن القميص المجعد يفوز مهلاً قد أتفكن من إصلاحي بنفسي أين اختفى؟ هل تحتاج إلى كين سريع؟ ابدأ برش الماء على القميص ثم شغل المروحة ودع الهواء يقوم بالمهمة تتحت في التجاعد بينما يجف القميص وبعد بضع دقائق سيصبح القميص جاهزاً أرض رائع صحيح؟ دعنا نرى كيف يبدو القميص الآن يا كافن أصبح خالياً من التجاعد شكراً على عدم المساعدة يا لانا هل تدرس مبكراً يا كافن؟ هذا الهدوء لن يدوم طويلاً هل هذا كافن؟ الكرسي المجاور له شاغر من ستحصل عليه إذن؟ توقفي هل ذلك دم؟ إذن هل تأتي مبكراً دائماً؟ هذا رائع هل تريدين اللعب يا بيلا؟ يمكن أن يشارك سناني في هذه اللعبة سأعدل مكياجي وأحمر شفاي هذا على وشكي أن يساعدني عند وضعي على الجزء الخلفي من الكعب سيبدو مثل جرح سيء لقد وضعت الكثير يا لانا لنبدأ اللعبة سأراكم بعد قليل في الممر أنت مضحك يا كافن آه أوقذوني قدمي تؤلمني لانا هل أنت بخير؟ إنه كعب قدمي أوه أيتها المسكينة سأكون وزيرة نقلك اليوم بالنسبة للبعض القيام بعدة مهام في نفس الوقت أمر تبه مستحيل خاصة عند استخدام السكاكين الحادة هكذا لا ألو جيد لا تزالين على الخط هذه الأرضية تحتاج لفرق جيد بحذر ستحتاج إلى أسبوع للرد أو أنفك لا 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 أمسكتك كان ذلك وشيكاً هل هناك أي وياد إضافية هنا؟ وجدتها جدتها يمكن لربط شعري تثبيت هاتفي ما عليك سوى وضعها على رأسك أو شكلها ضريف اتصل بالرقم الذي تريده وضع الهاتف في الرابطة قد يبدو شكلك مضحكاً لكن يا سلام من الرأي أن لا تحتاج لإمسك الهاتف في بيديك يا لك من ذاكي يا كافل أوه هذا المقال رائع أوه عشق هذه الأغنية أوه هاتفي يرن هلو أنت تفوتين حفلة رائعة في النادي ماذا؟ حقاً؟ أنا قادمة سارك عم قريب يجب أن أقوم بأشياء كثيرة للاستعداد للحفلة سأزيل هذه أولاً يجب أن أساخن مكوات الشعر آه ها سوضع الماكياج بينما تصمي المكوات على متعددة المهام في وضع الماكياج حسناً أين أحمر الشفاء؟ هاي هالمكوات حر هاي كان يجب علي التصرف بطريقة مختلفة سأحضر منشفة مقاومة للحرارة ومسد السغراء سأصر خطاً من الغراء على كامل الحافة ثم سأطوي الطرف وألصقه في المنتصف هكذا حالما يثبت في مكانه سأمسق الجانب الآخر سأضع خط غراء كما فعلت على الجانب الأول ثم سأطويه مثلما فعلت مع الطرف الآخر ممتاز يبدو شعري رائعاً يمكنني الآن إدخال المكوات في هذا الجيب حتى لا تحرقني أنا مستعدة للخروج لا أزال أشعر بالنعاس سيساعد تفريش أسناني على إيقابي سأقضي حاجتي ويوفر وقتي أو ربما من الأفضل العودة إلى الفراج ما هذا؟ هالمقعد مرفوعة؟ كنت أسقط هانيت تعال هنا حالاً أنا هنا ماذا حدث؟ لم ترجع المقعد إلى مكانه هل أنت جادة؟ أعيد المقعد إلى مكانه قبل أن تجلسي بكل بساطة لا أريد لمسه يا إنه مقزز حسناً ربما أنت محقة حول رفضكي لمسه مهلاً ألهمتني فرشات الأسنان بفكرة حقاً خذها إذن سأأخذ فرشات الأسنان ومسدس الغراء سأضع قطرة غراء صغيرة تحت الشعيرات وألسقها على مقعد المرحاض ستعمل مثل مقبض لمقعد المرحاض واو هذه فكرة ذكية هذا أفضل بكثير هذه الفتاة ضريفة إنها مضحكة صحيح نسيت أني في الحمام لا أصدق أنها وضعت كل ذلك على رأسها هاو كنت أفتح الدش علي كان جهازي اللوحي سيتلف بالتأكيد هاو الكيس إنه الحل سأضع الجهاز اللوحي بداخله يجب أن أولقه بإحكام لكن أين سأضعه؟ هاو تبقى لا يتسع له هذا الرف مهلا آسفة يا روب الاستحمام أحتاج هذه العلاقة سأعلقها هنا وأثبت الكيس عليها ممتاز سأشاهد الفيديو أثناء الاستحمام يمكنني استمتاع بوقتي حتى في الحمام أظن أني عفقرية يجب أن أنهي هذا الموضوع اليوم يا ألفتافيت في كل مكان أحدثت فوضا كبيرة مهلا خطرت لي فكرة لن تتسخ يداي بعد الآن سأعود إلى العمل عندما أريد رقاقة بطاطا ما علي سوى لف رأسي هل أكل بدون استخدام اليدين؟ يعني فتافيتا أقل سأتناول رقاقة أخرى الآن هذه أذكى حيلة توصلت إليها يدان نظيفتان وسأنتهي من واجباتي في وقت قصير هذه آخر بلوزة حان وقت الراحة نسيت هذا الجورب وهذا أيضا كيف حدث ذلك؟ من أين تأتي كل هذه الجوارب؟ وأين فرداتها؟ هذا جورب آخر إنها في كل مكان لم يعزماني على هذه الحفلة هاتشو هو؟ جورب أصفر آخر المعذرة آسفة لم أقصد مقاطعة التحقي آسفة أحتاج هذه الجوارب شكرا كانت رحلة شاقة ووو كان يوما طويلا أشعر بألم في قدمي مهلان أنت السبب في تناثر الجوارب في كل مكان توقف عن رمي جواربك انظر إلى كل الجوارب التي اضطررت لجمعها بسببك اضطررت للتوقف في أماكن كثيرة من أجلها أنا آسف لا ترمي المزيد من الجوارب حسنا ماذا عن الوسادة إذن؟ أو في الواقع أعطني هذا خطرت لي فكرة ذكية سأحتاج غطاء الوسادة وبالطبع مقصي العديد حان وقت القص بهذا الشكل بالضبط سأفتح سحاب الغطاء الآن وسأثني هذه العلاقة حتى تدخل في فتحة السحاب سأمرر الخطاف عبر الفتحة التي قصصتها انظر ستضع جواربك في هذا الشيء اليوم مفهوم؟ سأعلقه هنا أمام عينيك في هذا الجراب وليس على الأرضية اتفقنا؟ تصبح مخيفة جدا أحيانا أحضرت لنا البطاطا المقلية مرحة طبقي المفضل أوه ضعي الكاتشب أولا لا يمكن أكلها بدون الكاتشب يا سلام كل هذا الكاتشب يا للهول ألا تظنين عن هذا كثير؟ كلا ليس بعد لا أحب سفى الكاتشب على البطاطا بل أفضل غمسها فيه وهذا يعني أني أحتاج إلى مكان وضع الكاتشب حسناً انتهيت من لف الحواب لدي مكان للكاتشب الآن أترين صنعت صينية كاتشب صغيرة لا يهمني آه ماذا الشيء على يدي؟ من أين جاء هذا الكاتشب؟ أوه لقد تسرب من الكارتون هذا فضي أوه يا إلهي البطاطا المقلية على وجهك أخبرتك أنك وضعت الكثير من الكاتشب هذا مضحك من الجيد أن البرغر ما يزال هنا أوه هذا أسوأ يوم في حياتي يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة مهلاً ماذا حداد؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا الشنيع في جيبان أهداء قليلان سأستخدم مبرد الأبافر لخلي هذه المشكلة أوه ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد منتجات التجميل ممنوعة أوه لا أريد أن تصرخ المعلمة علي من الأفضل أن أجل برد ظفري لحظة؟ خطرت لي فكرة أجل ستنجح بكل تأكيد سأضع المبرد بهذا الشكل والمصطرة فوقه سأرسم خطوط قياس المصطرة على طول المبرد من البداية وحتى نهاية جيد أضفت كل الخطوط وسأضيف الأرقام الآن سأضيفها ليبدو المبرد مثل المصطرة يجب أن تكون وابحة انتهيت يمكنني برضي ظفري الآن كما يمكنني استخدامه كمصطرة هذا رائع سأبرد أضافري وأحل واجباتي في نفس الوقت أوف كل هذه الأوراق مختلطة يجب أن أرتبها زاد الطين بلة الآن طفح الكيل يجب أن أحل هذه المشكلة تعال يا دباسة لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس هذا حظي هو اللحظة لدي فكرة لحل هذه الأزمة كل الأوراق مرتبة ومنظمة سأعمل بالمشرب أحتاج شقان هنا وهنا سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر هكذا كل الأوراق مدبسة معا بدون دبابيس ها الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك سأذهب للصوف هذه الحصة سخيفة أشعر بالتصر سأعود للمنزل حسنا من يمكنه أحل هذه المعادلة؟ أنا اختريني أنا 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 يا لكن المحظوظة يمكنك لحلها كيف يفترض بيحلها بدون آلة حاسبة؟ أنت ساعديني في حلها حسنا يجب أن أصعبها بدقة الأقلام استاذي في الأقلام كيف حدث ذلك؟ هل أنتم وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام نعم نجحنا أنا قادمة سرعة نتبادل الأماكن لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام يجب أن أغير مظهري ونفرد شعري أيضا انتهيت من المظهر يجب أن أقلد تصرفاتها انتهيت أخيرا متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن أول رقم هو اثنان لذا سأرسم خطين الرقم الثاني هو واحد لذا سأضيف خطا واحدا بالاتجاه الآخر ثلاثة خطوط لرقم ثلاثة وخطا لآخر رقم اثنان سأرسم الأقواس الآن هكذا النقاط هي التالية نقطة في مكان تقاطع كل خط هناك ستة نقاط في هذا القسم وسبعة نقاط في القسم الأوسط ونقطتان في آخر قسم انتهيت سأجمع الأرقام معا الإجابة 672 انتهيت حلها سهل ضعيني يا را واوة الإجابة صحيحة أحسنتي را هذا سال جدا ديفيد رتب أغراضك هناك ملابس متسقة في كل مكان لا تهتم لأمري ماذا تفعلين؟ رائحته كريهة للغاية هل تمازحينني؟ هل لي غسل هذا؟ يمكن أن يوضعها في الغسالة مباشرة ها نحن دا هل أنا يمكنني الذهاب لشراء بعض البقالة؟ لا أصدق أن أمي فعلت هذا أوه وصلتني رسالة إنها من مادسان من الأفضل أن أستعب ماذا أرتدي؟ أوه أجل هذا أفضل مهلا ما تلك الرائحة؟ أوه هذه رائحة كريهة جدا سأرتدي جوربا جديدا أين جواربي؟ ليس لدي وقت لهذا أعني ما أسوأ ما قد يحدث إنه مجرد جورب أليس كذلك؟ أنا مسرورة جدا لأنك أتايت مهلا سأخلع حداي حسنا كنت أفكر أهل شعر بأنني لست بخير مادسان يا للهول أجل هذا سيء جدا علي حل هذه المشكلة أوه بدأت أمي دورة الغسيل بالفعل سيستغرق ذلك وقتا طويلا ماذا سأفعل الآن؟ ترى أعتقد أنني أعرف ما علي فعله سأضع جوربي في هذا الكيس ثم سأضيف بعض صابون الأطباق وبعض الماء من الأفضل أن أتأكد من إحكام إغلاق الكيس الآن يمكنني وضعه في المايكرويف سأشغله قليلا وسيفي ذلك بالغرض أعتقد أنه جاهز انظروا جورب نظيف كان جديد تماما ورائحة رائعة علي تشفيفه فحسب ديفيد ماذا تفعل؟ ماذا؟ ماذا؟ أوه مرحبا يا أمي هل أنت بخير؟ أجل أجفف جوربي فحسب لن أسأل عن سبب فعلك لذلك حتى علي الذهاب أنا متعب جدا أحتاج إلى قضاء يوم لطيف وهادئ تدعى ما رأيك؟ يا ديفيد ها؟ قلت ما رأيك تبدين جميلة عارف إنها ملابس رائعة جدا غضلي يمكنك تناول كوب الزبادي هذا شكرا يبدو رذيدا هذا ما أحتاج إليه تماما هاو كنت أنسى كلا أسقطت بعضا عارف يا ديفيد لقد أفسدت زي فيمكنني ارتداء هذا لا تقلقي سأتولى الأمر نحتاج إلى صود الخبز أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة سأرشها على البقعة وسأصر عليها عصير حبة ليمون لن أضع الكثير منه وآخيرا نحتاج إلى الخل والآن يمكننا فركه لتنضيط البقعة سأضع شابون الأطباق على البقعة وسأستخدم فرشات أسنان لأخلط ما وضعناه يمكننا مسحه الآن حان الوقت لتشفيف البنطال الجينز مجفف الشعر رائع ليادي المهمة هذا كل ما في الأمر لقد انتهيت شكرا لك هذا ما أجيد فعلا لن تهزمني يا دابد أنا بريعة جدا أوه حقا؟ كانت تلك ضربة حاض ينلع مجددا إيه با انظري إلى بنطالك الجينز ماذا؟ يلا الهول ماك بقع بسبب العشب يبدو هذا كعمل آخر لي سأصب الخل على البقعة الآن يمكننا استخدام قطعة خماش لفركها وكسحر تماما اختفت بقعة العشب أنت بطلي الآن دعنا نلعب واو يبدو مكياجي رايان أعتقد أن علي تغيير ملابسي ماذا أرتدي؟ توجد خيارات كثيرة هذا جميل لكني ارتديت هذا مسبقا لا تعجبني هذه الملابس هذا آخر زي لدي إنه بسيط قليلا أعتقد أنني سأكتفي باختياري فحاسب يبدو جيدان أو بربك كلا ماذا يحدث هنا؟ إنها كارثة انظر هل هذا كل ما في الأمر؟ أهلا روضتني فكرة أعطيني رغوة الحلاقة تلك يمكنني استخدام هذه لأتخلص من البقعة تضع الرغوة على المكياج ثم سأستخدم خرشات أسناني لفرقها علي الحرص على إزالتها كلها ثم يمكنني مسحها بقطعة قماش رطبة وها قد زالت ها؟ لقد نفدت رغوة الحلاقة هل كان ذلك بسببي؟ إيبا لا أحد أوه كل هذه دراسة مملة حان وقت الصرحة في ألعاب ضرورية أعطيني هذا الشيء ادرسي لكن أمي لا تستطيع مصادرة جهاز اللابتوب أحتاجه للدراسة أمي لكن مهما كنت ماكرا ستقبض عليك أمك دائما بالجرم المشهود كل ما بقى لي هو هاتف ذكي كيف يمكنني إخفاؤه؟ ربما يمكنني تصميم شيء من أقلام التلوين هذه اقلب هاتفك وباستخدام مسدس صمغ ارسم نمط متعارجة من الغراء على غطاء الهاتف ثم اضع قلم تلوين على الغراء وأضف كل ألوانك المفضلة رائع بسرعة أمي قادمة اقلب الهاتف هل تدرسي نايتها الآنسة؟ واصل دراسة يا ابنتي أيضا أترى؟ ماذا عن هذا الصندوق؟ كلا لا يزال صغيرا جدا عليها ماذا عن صندوق الكتب هناك؟ يجب أن يكون هذا كبيرا بما يكفي بدون الكتب بالطبع مستهيل ألا يمكنني جعل هذا الشيء يدخل في أي صندوق؟ هل ترى هذه الشرطات؟ إنها تشهد إلى المكان الذي تتقصه أو شتي على الانتهاء أمسك المشرة بحرس وقص على طول الشرطات الآن اقلب الصندوق ولفه لصنع هذا الشكل واو ثم مملاه بحشوة وضع الهدية بداخله يستسع صندوق للهدية ستسعد أمي كثيرا لا تنسي لفعه بورق التغليف عيد ميلاد سعيد يا أمي افتحيها الآن واو هذه المنفضة هي ما أردتها بالضبط حان الوقت أخيرا لتناولي لوح جرانو لا صغير لكن الأم تعرف أن صوت هذا الغنى يعني فوضى كبيرة قادمة في الطريق يا ويلي أمي ليست سعيدة محاولة جيدة يا أعز أم في العالم لكن سأتناوله اقلب دعاسة الحمامي هكذا والآن حدد أطراف الشبشب استردن قلم خطات حتى تتمكن من رؤية الخطوط على ما تقص الشبشب المرسوم غطه بصمغ ساحن من الأفضل استخدام نمط متعرج ثم أنصقوا على قاع الشبشب ولا تنسى الشبشب الآخر هذه الأرضية على وشك أن تصبح نظيفة خطوة هنا وخطوة هناك سيساعد تجهيل بعض الموسيقى في العملية أوه نسيت هذه وبهذه السهولة أصبحت أرضية المنزل تلمع من النظافة أوه يالك من ابنة صالحة يا جانيفر تفضلي شبشبكي واو يبدو عزفك رائع يا كيت كل هذا التدريب يؤتي ثمارة الصفحة التالية رجاء الصفحة التالية رجاء ماذا؟ هذا كل شيء؟ لا بد أن ردي المزيد هنا أوه كل هذه الأوراق غير منظمة يجب أن تكوني أكثر تنظيما يا كيت دعيني أرى هذا المجلد بدلا من وضع مجلداتك بشكل عمدي حاولي وضعها هكذا أصبح من السهل الآن رؤية محتوياتها تفضلي في بعض الأحيان تمتلك الأمهات الحل الأفضل آسفها رائع أليس كذلك؟